اشتركوا في القناة وقائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء اصدق التعازي وخالص المواساة في استشهاد ضابط وفرد من رجال قوة دفاع البحرين والذين سطروا ملاحم البذل والعطاء تلبية لنداء الواجب المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم ويعادة الامل اثر الحادث الاجرامي العدواني الغادر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر